أهلا وسهلا بكم نحو طلال مدى استعبر السيام مقدم لكم تجربة بعنوان العلاقة بين الحجم والكتلة والهدف من التجربة استنتاج قانون كثير الأدوات أرمى مكعبات مختلفة الأحجام واحد دين ثلاثة أرمى ومسطل الخياص الأقوال وميزان حساس خطوات العمل المرقم الأرباء هنا حدر أربعة واحد دين ثلاثة أربعة نعمل على الجدر الثاني نراحل العمود الأول أن نوجد كتلة المكعب نوجد كتلة كل مكعب المكعب الأول قمتا جرام والمكعب الثاني 11 جرام والمكعب الثاني 13 جرام والمكعب الرابع 41 جرام 9 جرام العمود الثاني نوجد حجم المكعب نوجد حجم المكعب نوجد حجم المكعب 2 ساطمة إذن حجمه 2 ساطمة 2 ساطمة 8 تكعيب نوجد حجم المكعب الثاني 2 ونص إذن حجمه 2 ونص تكعيب نوجد حجم المكعب الثالث ثلاثة إذن حجمه ثلاثة تكعيب نوجد حجم المكعب الرابع 4 ونص نكمل الجدول والعامد الثالث هو الكتلة زاة الحجم للاحظ النتائج الاتية نقبل العمود الضابع وهو عبارة الكدة ضرب الحجم ونلاحظ النتائج نملأ العمود الخام صغير عبارة الكدة تقسم الحجم ونلاحظ النتائج نلاحظ النتائج نلاحظ النتائج العمود الثالث أن العداد غير مترابطة والعمود الرابع غير مترابطة والعمود الخامس نلاحظ أنه يتعقنا قيمة قيم ثابتة وهي نف نستنتج أن حاصلة قسمة الكتلة على الحجم يعطينا مقدار ثابت ألا وهو الكثير كان معكم الطالب عبد الرحمن عبدالنه فارد كان معكم الطالب زين الدين في هذا العقاة كان معكم الطالب الشمعين حسن كان معكم الطالب راس الدين أحمد الفارد كان معكم الطالب جراش عقف